اشتركوا في القناة طبعا هو الآن موجود موعد بث الحلقة في منزلة العواء وهي منزلة الربح والحرية والزواج هي منازل قوية جدا الآن بعدها الساعة ثلاثة وواحد وعشرين دقيقة عصرا من عصر يوم الثلاثاء القمر رح ينتقل لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة الصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر بما انه موجود في برج العذراء معناته في تأثيرات على جميع الأضراج إيجابية وبعض التحذيرات دائما لما القمر بدخل على برج العذراء منعود لطبيعتنا الجادة منتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية أو مع عمل فحصات طبية طبعا حمية ممتازة جدا بالفترة هاي انه الأشخاص يبدوا فيها برضو في هاي الفترة منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها منكون دقيقين جدا ومنجد انه عنصر التنظيم بيلعب دور مهم جدا في حياتنا منشعر ان الناس شحيحون في عطائهم ماديا معاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم بعض الأمراض اللي ما إلها أي وجود نوع من أنواع الوسواس في هاي الفترة برضو بإمكاننا التخلص من عدد سيئة زي التدخين شرب الكحول أو المهدئات يعني البدء بعملية تراجعية لا عن الإدمان وبرضو بوسع نقتناء حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا اللي مو متشكلة حاليا اللي هي الزوايا البطيئة هم مثل الزوايا يعني لسه بدهم أكم يوم لحديث ما ينتوي ويومين أول زاوية هي زاوية تفليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي بتزيد من حد الذهن والحدث والنقد وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهي الزاوية بتخلين قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية الثالثة وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين عطارد وبين زحل وهاي اللي شوي بتسبب بعض التعب لبعض الأشخاص والقلق والحذر الميل للكآبة بتحد من خيالنا بتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل برضو عنا ثلاث زوايا اليوم أول زاوية هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة أربع وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيج طبعا تأثيراتها من ساعات منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء وبتستمر لها ساعات العصر تقريبا هذه الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بالتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي برضو زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون الساعة 225 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج طبعا هاي تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع السلبية اللي رح تكون بين القمر والشمس ومعنى زاوية تربيع سلبية يعني أنه القمر الآن منتصف بدر تماما رح يكون في ساعات العصر يعني من ساعات مساء يوم الثلاثة لو طلعتوا على القمر بتشوفوا نصف البدر تماما وطبعا هاي الزاوية رح تكون الساعة 228 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج تأثيراتها بتبدأ ضعيفة في ساعات الصباح في ساعات الظهر بتقوى بشكل كبير وبتستمر لغاية ساعات المساء هاي زاوية بتخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار وهذا الشيء ممكن ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونبعد عن عمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء اللي هي البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، المصران الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الاثنى عشر، المستقيم، أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين هذولا نقاط ضعف يعني بمعنى آخر هذولا الأعضاء لازم نوفر لها العناية الإضافية زي بداية علاج أو فحصات طبية أو ممكن نشعر ببعض الآلام فيها بتتهيج بهاي الفترة ولكن كعمليات جراحية لأي أعضاء أخرى للفترة مناسبة ولكن هاي الأعضاء ما مننصح لإجراء عمليات جراحية كبرى لإلها بالنسبة لهذا اليوم طبعا بدأت الآن الأجواء إيجابية لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا تصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الأربعة ثمانية ستة بيبدأ في تمام الساعة اثناش وثمان دقائق ظهرا من ظهر يوم الأربعة وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة واثنين وعشرين دقيقة بعد العصر من عصر يوم الأربعة لها يستقر في برج الميزان يعني في نفس اليوم بيبدأ الساعة اثناش وثمان دقائق بانتهي الساعة ثلاثة واثنين وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بالنسبة لعمر القمر عمر القمر ثمان أيام في تمام الساعة تسعة وحد عشر دقيقة صباحا بيصبح تسع أيام نسبة الإضاءة خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة بعدها تنتقل الشمس للسرطان منتحسة بنسبة عشرة في المية القمر في العذراء حتى يوم ثمانية ستة سعيد بنسبة سبعين في المية في ساعات الظهر بنزل شوي سعودته لأنه زاوية التربيع ما بين القمر والشمس بتنزل لغاية خمسة واربعين في المية عطارت في الثورة حتى يوم ثلاثة عش ستة سعيد بنسبة عشرة في المية طبعا ثلاثة عش ستة بنتقل عطارت للجوزاء لا نعم للجوزاء الظهرة في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة بعدها تنتقل للجوزاء هي الآن منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الحمل حتى يوم خمسة سبعة سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة بعدين بيبدأ في عملية التراجع سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة منتحس بنسبة خمسة عش في المية أورانوس في الثورة حتى يوم أربع وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عش في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عش في المية وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ثمانية عشرة منتحس بنسبة خمسة عش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر الآن استقر في البيت السادس يعني شوية رح يكون في بعض الضغوطات على موليد برج الحمل طبعا القمر هو في بيت العمل والصحة وهنا التركيز يا أما عمل جديد كإيجابيات يا أما ترفيع يا أما إنجاز بعض الأعمال المهمة يا أما قدر التعامل ما بينكم بين زملائكم بالعمل أما بالنسبة للصحة فهي بتتركز على تعب صحي على إرهاق على مراجعة طبيب عمل فحوصات طبية الاهتمام أكثر في صحتنا من هاي النحية بما أنه القمر إيجابي فمعناته ما فيه إشي بخوف على كل موليد برج الحمل ممكن بعضهم يشعر ببعض الأمور الصحية الخفيفة ولكن الأهم إنه بيتراكم العمل أكثر من المعتاد تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم فبرضو بتكونوا تنتبهوا لصحتكم هاي كتحذيرات حاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة للتوصل لاتفاق ابحث عن حليف أو عن داعم بالنسبة لأيلك اتجنب الإساءة للأصدقائك وشركائك وخصوصا زملائك في العمل وبدك تحذر من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا القمر الآن استقر في البيت الخامس يعني بمعنى آخر بيت الحب بيت العاطفي بيت التقرم من الأحباء العلاقة مع الأبناء الأمور اللي إلها علاقة بالهوايات بالرغبات بالترفيه بالتجميل بالاهتمام بالنفس كلها هاي اللي بتتركز عليها خلال هذا اليوم إجمالا بتظل اليوم رغبتكم قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبيحيطك طبعا الوضع الفلكي بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من أوفر أيام الشهر حظا ورح تشعروا بالطمأنينة والراحة طاقة إيجابية وعالية جدا ويعتبر يوم مميز عشان هيك لازم تستغلوه بكل طاقتكم برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا القمر الآن صار في البيت الرابع بيت بالنسبة للكم هو زاوية تربيع يعني ضاغط شوي بيخلق بعض التوترات أو بعض الأمور الصعبة اللي بتتعلق بالبيت بالعائلة بأمور العلاقة بالعقارات أو بالأراضي أو الأمور المملوكة طبعا إجمالا اليوم لأنه إيجابي وجود القمر فعشان هيك بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تشعروا ببعض الحزن أو التعب أو تبحث عن ملاذ آمن أهم شيء إنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك لأنه ممكن يصير فيه نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة أو مناسبة أو التزامات أو حوار انتقاد أشياء من هذا القبيل فضبط الأعصاب مطلوب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان القمر الآن صار في البيت الثالث يعني بمعنى آخر يعتبر يوم حليف لإلكم ونشط جدا وعنكم حيوية وطاقة عالية جدا اليوم ما راح تهدأ من كثرة الاتصالات أو الحوارات أو النقاشات أو التحرك عندك نشاط عالية جدا برضو اليوم هذا جيد للأشخاص اللي عندهم امتحانات أو مقابلات أو بدهم يروجوا لسلعة معينة أو مثلا اللي بيشتغلوا في مجال التجارة في بعض موليد برج السرطان ممكن يهتموا بتصليحات أو صيانة إلى سيارة أو أجهزة إلكترونية أو بعض الاهتمام في هاي المسائل أهم شيء كل يوم تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء السفر داخل المدن من عطل بالسيارة حادث بسيط أو مخالفة سير أهم شيء لا تدخلوا في نقاشات حادة مع الإخوة مع الجيران ما توجهوا انتقادات أو كلام مجهول مبهم لأنه الشمس موجود في بيت المتاعب وهذا الإشي بسوي بعض الخربطة بسجلك اليوم لقاء مهم أو اتصالات مفيدة ممكن تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة أو تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا موليد برج الأسد الآن الشمس بلشت تقترب من بيت المتاعب فبدأوا يشعروا بنوع من أنواع الضغط الإحباط الوعود الكاذبة أشخاص بتوعدهم بأشياء بتختفي وعدتهم بأشياء بتطير أشخاص كانوا في حياتهم بلشوا يطلعوا من حياتهم كلها هاي بعض الضغوطات اللي بتصير دائما لما الشمس بتقترب على بيت متاعبهم اللي هو على السرطان اليوم طبعا التركيز على الوضع المالي معروف أن الأسد أكثر فترة ضاغطة عليهم ماليا من متطلبات أو ديون أو التزامات هي الفترة هاي أهم شيء انكم تخففوا اليوم من النفقات ممكن اليوم يحملكوا بعض الفرص المالية يعني كنوع من أنواع الدعم أو الهدايا أو المكاسب أو المستردات الهبات يعني أشياء بتيجي غير متوقعة ولكن إشي متوقع بده جهد وبده تعب منكم ابتعدوا أهم شيء عن المشتريات الغير ضرورية احرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شيء ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذروا أموالكم ما بدك تكون متيقظ قبل التوقيع على العقود راجعها ودقق بفحواها وحدد أهدافك أهم شيء برج العذراء بما أن القمر وصل الآن لبرجكم وبلش يعتطاقاته للعشريات الثلاث معناة الأجواء صارت إيجابية ودعملة لكم بقوة على ثقة النفس أو ثقتكم بناء أنفسكم أكثر طاقتكم صارت أعلى برضو اليوم بإمكانكم أنه تهتموا بنفسكم أو تغييرات قصة شعر تجميل مهندامك شكلك لأنه أنت اليوم راح تكون ملفت للنظر بالنسبة للجسن الجنس الآخر يعني طاقتك مقبولة بشكل عالي من أفراد الجنس الآخر كمغازلة تقابل لقاء إعادة محاولة سابقة عاطفية الفترة هاي إيجابية بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس قدرة على السيطرة على زمام الأمور راح تكون اليوم أنت مميز جدا بأداءك هاي فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة راح تطرح أفكارك بشكل جيد وتجتهد على إنجاح مشروع جديد يعني بمعنى آخر الفترة هاي حماسة واضحة إن كان فيك أو في أفكارك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا للأسف الشديد بما إنه القمر صار موجود في بيت المتاعب فهذا الشيء بيضغط عليكم بشكل سلبي لأنه الطاقة بتكون فارغة وهذا بيت متاعب وهاي دورة فلكية أي برج يعني بيصير القمر باللي قبله بالبرج اللي قبله بدي يشعر بنوع من أنواع الإرباك خلال هذا اليوم من ناحية طاقته ومن ناحية صحته ومن ناحية حتى تعامل الغير معه مش معنى هذا أنه اليوم إحنا ما رح نعمل أي شيء خلصنا نام في الفراش وقلصنا لأ أنت بتعمل بشكل روتيني أعمالك الروتينية ما تبدأ بشيء جديد بس إنجز المطلوب منك وتهتم في صحتك فعشان هيك حتى لو سيطر عليك التعب ولكن قمر سعيد إلا أنه بيطلب منك أنك أنت تكون حذر من الغاء موعيد أو أشخاص ممكن توعدك بشيء ما توفي فيه تراجع في الأرباح في الحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال فعشان هيك ما تعتمد على أقاويل الآخرين أو الوعود الآخرين بالفترة هاي بدك تكون مهيئ لكل هاي الأمور أهم شيء إنك تحمي نفسك من المحتالين وبرضو اعمل بشكل روتيني برج العقرب بالنسبة للموليد برج العقرب طبعا القمر الآن صار في بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فعشان هيك التركيز كله رح يكون على المناسبات على اللقاءات على المعارف على الواسطات على الأشخاص اللي فيه تماس ما بينك وبينهم إن كان قريب أو أصدقاء قدم بخطروا في بالك بتتواصل معهم أو ممكن صديق قديم فجأة له اللي هو بعث لك أو اتصل فيك تليفون فعشان هيك اليوم رح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء فيه أشخاص منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسب سعيدة أو يكون فيه لقاء أو يتوجه له دعوية هو يعمل حفلة عنده أهم إشي فيه مناسب اليوم لا تبقى وحيد حاول إنك تسارع للمشاركة في أي حدث اجتماعي العب دور بالناء في محيطك مجتمعك لأنه فترة إيجابية دعملة إليك اليوم أنت بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة ما بجوز أنك تتجنب أخذ القرارات لازم اليوم أنت تكون جاهز لاتخاذ قرارات فيصلية في حياتك لأنه الفترة إيجابية ودعملة إليك برج القوس بالنسبة للموليد برج القوس طبعا القمر الآن صار في بيت السمعة يعني تربيع مع برجك وهنا بيركز على أمرين العلاقة ما بينك وبين المسؤولين في العمل عنك البحث عن عمل جديد أو تقديم طلبات أو أمور لها علاقة بسمعتك هذه أهم النقاط اللي بدك تنتبه لها اليوم طبعا اليوم تقدر أنت تحافظ على سمعتك لأن القمر إيجابي بتقدر تنجز أعمالك بالكامل عزز علاقتك مع المسؤولين ممكن اليوم تسمع كلام إطراء تنجز بعض الأعمال تكريم ترفيع شغلات من هذا القبيل لبعض موليد برج القوس اليوم هذا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يقدموا سيفي أو يعملوا مقابلات ولكن الأهم أنه ما تجزفوا بسمعتكم ولا حتى باستقرار وظيفتكم بمعنى آخر ما تتغيبوا عن العمل ما تهملوا أعمالكم بهذا اليوم لأنه راح تتحاسب وانت تحت المجهر اليوم ما تجزف بسمعتك يعني بدك تتجنب التصرفات الإرتجالية ما في داعي للمغامرة أو المجازة في مخالفة القوانين الأمور اللي بتشوه السمعة ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر نظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا القمر الآن صار في البيت التاسع لإلك وهو بيت حليف وقوي وداعم إلك بشكل كبير عشان هيك هذا اليوم لازم تستغله بكامل طاقتك بتنشطه بالسفر بالاتصالات بالامتحانات وهي قوية ورح تكون اللي صالحك في كل الأمور اللي ذكرناها أهم إشي إنكوا تكونوا أكثر وحي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وبما أنه القمر في البيت التاسع يعني علاقاتكم رح تكون يا مؤسسات تعليمية يا علاقة مع أجانب يا أشخاص خارج البلاد يا اتصالات خارجية أنت بتجريها أو بتستقبلها يا مراسلات يا مشتريات حتى جماعة اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير هاي فترة ممتازة جدا لكل هاي الأمور حتى القضايا القضائية اللي عندهم قضايا اليوم رح تكون لصالحهم حاول إنك اليوم تستغل اندفاعك وحماسك لأنهم رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائدة بتطمعين خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا أهمش إنك ما تضيع عليك الفرصة حتى إنه اليوم هذا يوم مميز على المستوى العاطفي وعلاقتكم بالأحبة برج الدلو بالنسبة لما ولد برج الدلو طبعا القمر الآن صار في البيت الثامن اللي له علاقة بالأموال المشتركة معنى أموال المشتركة يعني الأموال اللي معك شريك فيها يعني زوج شريك الأهل الشركاء الميراث شراكة الحكومة زي ضريبة أو تمويل برضو شريكة البنك شريك فكل اهتمامك في هاي المسائل اليوم رح تتفحصوا حسابات مالية مشتركة الأهم إنك تخففوا من النفقات وتحافظوا على هاي الأموال من بعض المخادعين رغم لأنه قوي وجود القمر اليوم إلا إنه هدولا بيخفوا شوي صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أو الاهتمام بدك تكون مرن حاول يعني ما تتنازل عن حقك إذا حاول حد بده يفرض عليك إنك تتنازل عن حقك اليوم لصالحك ما تتنازل بس برضو إنه ما تفرض رأيك أو تتسلط برأيك على الآخرين يعني بمعنى آخر أنت سيد الموقف اليوم ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف أهم إشي إنك ما تهمل اليوم لا ملف ولا قضية حكومية برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا القمر الآن صار مقابلهم تماما ومعروف لما القمر بصير مقابل أي برج بعطيه إيجابية على مستوى ولكن سلبيته أنه بسحب طاقته وبتصير الطاقة منخفضة وبكون ما عنده جهد أو ما فيه طاقة لإنجاز كثير من الأمور الإيجابية لوجوده إنه هذا يعتبر بيت الشراكة المالية والعاطفية يعني أي شيء لو علاقة شراكة بالعمل بالعاطفة بالزواج بخطوبة بشركة هذا يعتبر لصالحكم اليوم تقدروا تركزوا جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم سواء زي ما حكينا بالعمل والعاطفة علاقتكم بالأزواج التقارب التصالح التراجع عن قرارات سابقة يعني حذف بعض المشاكل اللي كانت في الأيام السابقة ما بينكم وبين الشركاء أو ترتيب إلى عمل مشترك ما بينكم وبين الأزواج بالفترة القادمة للمصالحات مثلا وتقارب أهم شيء أنه اليوم بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم يعني اسمعوهم بشكل جيد الآن الناحية السلبية بما أنه القمر مقابلك بدك تنسق بين مختلف الواجبات بشكل جيد والطاقة عندك ضعيفة بأكملها فبدك تنتبه على صحتك وبدك تنتبه من ردات فعلك لأنه اليوم أنت عصبي سهل استفزازك سهل جرك لمشكلة فعشان هيك أنت الحلقة الأضعف وأنت اللي رح تكون خسران ابعد عن المشاكل قدر الإمكان حافظ على هدوءك الكامل لأنه الفترة هاي زي ما حكينا فيها ضغط كبير وممكن تكون فيها بعض الصعوبة فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر